أجدد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورني اليوم بالرباطة التأكيد على دعم بلاده الواضح والثابت لمخاطط الحكم الثاتي في الأقاليم الجنوبية الذي تقدم به المغرب مؤكداً في هذا الصدد أنه بالنسبة لفرنسا حان الوقت لتحقيق تقدم في هذه القضية وحرس سيد سيجورني خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الفريقي والمغارب المقمن بالخارج ناصر بوريطا في ختام مباحثاتهما حرس على التأكيد بأن فرنسا كانت أول بلد يدعم مخاطط الحكم الثاتي سنة 2007 مضيفاً أنه في طر الاستمرارية المنطقية لهذا الالتزام حان الوقت لتحقيق تقدم وقال إنه بصرف النظر عن المواقف السياسية فإن فرنسا تتقدم بمبادرات ملموسة مشيراً إلى أن بلاده ترغب أيضاً في المضي قدماً مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح والاحتياجات من خلال الحضور بالأخص في المجالين التعليمي والثقافية مذكراً بوجود مدرستين فرنسيتين بكل من الداخل والعيون